اشتركوا في القناة تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وأشار سعادة الوزير إلى أهمية معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية الذي يعتبر من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية والاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعرض المصاحب الذي يستعرض أحدث التقنيات المستخدمة منوها إلى أن هذا التجمع يهدف إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والطموحات العالية والمشاركة في سقل مهارات وخبرات العنصر البشري الذي يمثل دعامة أساسية لعملية التنمية المستدامة كما تم خلال اللقاء استعراض الترتيبات والتحضيرات لهذا الحدث العالمي الذي سيشتمل على برامج متكاملة من جلسات وزارية وحلقات نقاشية ودورات قصيرة وفعاليات أكاديمية متخصصة